أريد أن أقوم بعمل شوبينج شوفوا الصف بسيء بسيء ثويل سأذهب إلى مطرح ثاني وهذه بلدتنا أريد أن أخبركم أنه فاضي بسيء يعطون لك لأنه مطرح كثير صغير أهم شيء فتت على هولندن باريت ويجبت مغنيزيوم على البتان لأنه إلي فترة ما عندي من أول ما صارت الأزمة و طبعا بعمل رياضة بحسي العضل طبعا والي كتير عم جعني خصوصا بالليل لازم أخذ مغنيزيوم هلأ هلأ هلح روح هلأ منطقة تانية قريبة وشوف إذا بقدر فوتها المحل بضوما أصطف وصلت ما بعرف إذا مبين معكم بس هيدور كل العالم هيدور 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 في وراها كمان الناس وقفين لا يفوتوا بس ما عندي حال بدي أنزل لأن كل السوبر ماركريات هيك اليوم ما بعرف شو صاير اليوم بدي غراض كتير بس بدي بيض لأنه بدي أعمل وصفة كيتو اليوم فمضطرة وأولادة كمان بيتروق وبيض إجمالة في الصبح مشكلة ما عمل لها إبادة بسهولة فراح شيل هيدور حقا هون ورح أنزل معي طبعا الكفوف أشوفكم جوه يمكن خاطئ؟ في أداء يا هم؟ هل تخاف؟ أظن؟ هم؟ 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 عالية عالية هذه الجبجة وضائفة التجربة المترجم هل أروني؟ لقد رأيته واو انتنظر لست اجمل إنه مستدر هم؟ هل هل تقلتش فيه؟ هم؟ احره أنا هنا أمم هنا يلا بسرعة ما فيشي بخاف ما تطلع على تحت طلع هونيكي طلع بليلي والحقة ما تطلع على تحت هنلوك داون هاي لكرو ومشينا ساعتين ونص اليوم هلا رايحنا على الجاردن سنتر لشوف كم شغلة ومنحنا يخطهم معنا عندما هي خاصة خاصة اي خاصة عزيزة بدنا اياها بعرض هاي بدأ اسمك الخشب اللي جنان عمير فيه عمير تصلا ماذا هاي كمان؟ كله ما في غيرها ما في غيرها شو حلويل عجبينة هادي الروباب هاي الروباب همفتش على روستري اللي بتتسلق بس ما بدي أحمان مع انه هايدي ما بدي أحمان شوفوا بدي أحمان شوفوا ديفيد أوستن ماذا لأيتين؟ هايدي بتطلع 1.25 متر ماذا لدي أحمان شوفوا ماذا لدي أحمان شوفوا حلو لونه هاي أبيض؟ أبيض هيك مزهرة شوية هايدي 26 متر بس لك وردتا كيف وهيدي 5.5 متر مزهرة شوية مزهرة شوية مزهرة شوية يعني مثل هيك بتحطه على الفنس إذا بدك بتتمد في العرض هاي هايدي ما اش باشي خلاص خلينا ناخدها هذا مجنيزيوم بقلبه 5 فاونز 50 لتر واو هايدي شجرة خوخ لون أحمر واتنين من الروزز أو الورد الجوري اللي بيطلع بعربش هيدول اللي يح نزرعون اليوم ما لقينا خضرة بالمرة كنت حاب يجيب خيار بس ما في ما في خضرة بالمرة بس شفتوا الصف الطويل كان مش طبيعي وطرنا تقريبا تلت ساعة لقدرنا نفوت على الشوب وفي كتير شغلات ناقصة ما عندون إياها جوا بس بس بعتقد بالأسابيع الجاية ببلش تكتر الشغلات وكمان جبت هيدول 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 بينزرعوا ضغري بالأرض ما في داعي حطهم ببوتس بالأول بس لحلق ولا مرة نجحوا معي بعد الجزر عطول ما ما بيطلع علي بالمرة فلنشوف السنة هيدول من الصباح لديه كيك فلما رجعنا من بره سويت له كيك على السريع وحطيته بالفرن بس قلت له ممنوع تأكل منه حتى بعض الأفطار بس ما بيسمع الكلمة أبدا فلنشوفوا على المطبخ نشوفوا الكرسي اللي سواها بالكيك نشوفوا هلنقر فيه عملت له هيدا الكيك على شكل دبدوب صغير خلينا نجيب صحان ونقلبه وقصلك قطعة أحسن ما قعم تاكل منه ومن النص مش أحسن هيدا هنشوف الزرع ينزل واو شكله ناو سير حلوة يا صاكم ويرغط خ exciting مع امع امع أمع سيدني ليلي صايمة طي petits طي Abu طي April أمع وأمع نجيب صحانة صغيت حطت فيه القطعة الكيك والأكل هيك انت طلع الجاردن جاجع؟ ياه! طيب خلص كلها هيك سو هلأ الساعة تقريباً سبعة المساء فاق اللي بدي أعمله إنه بدي قطف سلطة من برا حيث هؤلاء صاروا جاهزين تقريباً هؤلاء السلطات فبدي قطف منهن بدي شوف كيف بدي حصن بالمقاص مرحباً سوف أقطف قليلا من النعنى سوف أقطف بقدونس سوف أقطف هذه هناك أيضا لا أريد كثير أفكر أيضا أخذ كمعرق من هذه السلطة وممكن أريد من هذا الأخضر البصل أرى البصل يبدأ البصل الأحمر سوف أأخذ قليلا من هذا الأخضر سوف أعطيها طعمة جميلة للسلطة سوف أعطيها سوف أعطيها لا أريد أن نفعل صلاطة كثيرا اليوم بس شوية صحن صغير الغسلت الخضر الغسلت من نيح الآن أتركت أن يتصفوا سوف أقص واحدة من هذه البندورة معهم ما أفعلت مبارح أفعلت هذه الخباز سوف أخذ الكوسة والجزار أضعت واحدة كوسة و واحدة جزار برشتهم أضعت معهم اثنين بيض وثلاثة معالق من لسان الحمل وكوب واحد من دقيص اللوز مبارح و ملح دعنا نرى كيف نقطع الخباز كثير طريق وهش من جز كثير منه سوف يضعه في الجنن سوف أعطيها سميكة سوف أضعها في التوستر سوف أعطيها سوف أعطيها سوف أعطيها سوف أعطيها سوف أعطيها ساعة 8 و 10 و الأفطار تقريبا ساعة إلى 10 سوف أعطيها سوف أعطيها هؤلاء سوف أعطيها بصلة فطر لحمة شقاف صغيرة و كوب واحد من البازالة نصف كوب للشخص الواحد فبما أنه نحن نأكل سوف أعطيها كوب كامل و تماتو سوس قليتهم مع بعض أول شيء و بعدين حطيت تماتو سوس من فوق و خليتهم يغلوا مع بعض إذا عندكم مرأة أعظام ففيكم تحطوا شوي مع مرأة الأعظام بتطلع طعم طعب تجنن وبتخليها تغلي لحتى تسمك معكم تماتو سوس أو صلطة السوس البندورة وبعدين مثل مقلات بتشيلو وبتحطو فوق الطوست بس أكيد بفرجيكم بالآخر كيف رح أعمل و بديفرجيكم تحلية هلا سويت هيدول مبارح للتحلية هيدول القطاع من تحت إذا شايفين عجينة اللوز و من قلبا اللي هو نوع من المكسرات و كمان جوز الهند غير محلة طبعا و كمان حطيت أطعم الشوكولات و الشوكولات أنا مساويته بالبيت وهو كيتو شوكولات قطعتهم و حطيتهم فوق العجينة من بعد ما استويت وبعدين من فوق حطيت عليها حليب مكثف طبعا طريقة كيتونية و اللي صار أني صورت الوصفة إذا بقلكون الطعمة قد طيبة عن جد قلبي وجعني لما مبارح جيت بدي نزل الوصفة و لقيت أنه بعض الفايلات ممحية أو ما موجودة ما بعض الشو صار بس نصف الريسيبي مش موجودة عن جد نزعجت كتير لأنه طعمتها بتاخد العقيل هذه الوصفة مش بس برمضان أو مش بس لما الواحد بدي يتحلى من بعد الأكل بس اللي بيشتغلوا أو بروحوا على الجامعة يعني عن جد أحلى سناك لكم بتاخدوا قطعة أو قطعتين معكم على الشغل و بيشبعوا طبعا لأنه يعني هي عالية بالفات فطبعا بتشبع بسرعة بس للأسف يعني أنز علينا أكتر منكم أنه ما قدرت نزل الوصفة بس أكيد رح أرجع عيدة لأنه كتير طيبة جوزة جانا بالطعمة وحتى أولادي أكلوا منها عجبتون كتير فأكيد إن شاء الله برجع بعيد الوصفة قريبا وبنزلها بس للأسف يمكن ما تكون بشهر رمضان بس بشوف أكيد من أكيد قصة 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 مما القصة قصة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيدا اريثرول بس اشتريت اريثرول لونه بيني وعم بقلكن عليه لانه صراحة طعمته احسن بكتير من الاريثرول الابيض لان بعرف عطول بتسألوني فيه سكر طعمته يعني مقبولة ما بدي قلكن طعمته مثل السكر الحقيقي لان بتحسو هيك بشوية هوا بتمكن لانه هو طبعا شجر الكوهول بس احسن بكتير من الابيض ما بعرف ليه ما بعرف شو الطريقة اللي بني مسويينها فيها بس بالبيكينج بالحلويات عن جد ما فرق معي بالمرة من السكر العادي كنت متوقع طبعا لاني استخدمت اريثرول كنت متوقع انه هايدي الهبة الباردة بتتم من بعد ما اياك ولا واحد شغلة ابدا ولا حسات فيها بالمرة يمش كان مشان هيك استمتعت كتير بالطعمة بس قلت بخبركم عليه اللي بحب موجود هيدا بامازون رح حط لكم اللينك بالديسكريبشن بوكس اللي عايش ببريطانيا او بدولة اوروبية ممكن يقدر يحصل عليه وبما انه هيدا الفلوغ ما قالو اليوم شوي هيك مخربت ما قالو ثيم في حدا سألني على حليب جوز الهند اللي بيستخدمه بالسموذيز وصراحة انا ما عندي ماركة معينة بيستخدمها اهم شي عندي انه لما بدي اشتري حليب جوز الهند او كوكونات ميلك بحاول ناقي بحاول ناقي مكتوبة على ريتشين كريمي هدا معناته انه اه فولفات او منو مصفايينه من الفات لان في منو لايت فانتبهوا من لايت ما بدنا يالعم بيكون عالي بالسكر ووش تاني شغلة كتير مهمة انه تطلعوا ورق على المكونات اللي بقلبوه اه اه اهم شي انه يكون ما في سكر مش منضاف السكر الزيادة فهيدا على الاكيد ما في سكر فاشتريته عرفته انا اجمالا هدي هي الماركة اللي بيشتريها بس احيانا ما بتكون موجودة فبضطر اني اه اشتري شغلة تانية وما بيأسر ماركة مننا كتير مهمة بس المهم انه مثل ما قلت لكم يكون منا لايت وماش منضاف سكر اه بالمكونات اللي فيها اصحوا هدا الخبزة نلتلون توستين وهلا بخط عليهم السوس مع الخضرة واللحمة وهذا رح يكون عاش هاليوم اصحوا هلأ صار وقت حضر فيتاميناتي لانه اذا ما بحضرهم قبل الاخطار بنسى على الاغلب هحط اثنان بوتاسيوم واثنان ماجنيزيوم ووحدة ملك فيسو به我有 Meshroom بقيناتنا كثير من فوائد الفطر حبوب الفطر للصحة بشكل عام هيدا هيدا اللاين ثمين عم بيحكوا عليه كتير انه بأول زاكرة فاللي تقريبا هيدا رابع يوم عم بياخدوه وبعد ما شفت يعني تغييري كتير بعدنا طبعا بلشة فيون حبتين باليون بس متأمنة انه شوف نتيجة حلوة وأكيد بخبركم بس لا يمرق لها فترة وشوف هالعمل فرق ولا لا بتمنى الفلوغ اللي مش منظم بالمرأة يكون عجبكم وبشوفكم قريبا بفيديو جديد باي باي